الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا أما بعد فبإذن الله جل وعلا نبتدئ يومنا هذا بقراءة كتاب الإيمان المختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإيمان وقع فيه نزاع من العصور الأولى في قضايا متعددة متعلقة به وأشهر هذه القضايا ثلاث القضية الأولى في حقيقة الإيمان وهل يدخل فيه العمل والقول أو يكون مكتصرا على ما في القلب والمسألة الثانية في زيادة الإيمان ونقصانه هل يزيد الإيمان أو هو على مرحلة واحدة لا زيادة فيها والمسألة الثالثة في الاستثناء في الإيمان وهل يصح للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وقد دلت النصوص على دخول الأعمال في مسمى الإيمان وسيورد المؤلف عددا من الأحاديث التي تدل على ذلك وقد دل عليه قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم فأراد بلفظ الإيمان هنا الصلاة وذلك أنه لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة قال بعض الصحابة قد مات بعض أصحابنا وهم لم يصلوا إلى بيت الله الحرام ولم يصلوا إلى الكعبة فما شأن صلاتهم السابقة فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي الصلوات التي أديتموها قبل ذلك إلى بيت المقدس ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نستعرض عددا من النصوص الواردة في هذا وقد خالف المرجعة في ذلك فقالوا بأن الإيمان لا يشتمل على الأعمال وكان من استدلالاتهم أن استدلوا بأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا الاستدلال خاطئ والعطف لا يقتضي المغايرة وإنما يقتضي عدم المطابقة ولذا لو نظروا في بقية النص في قوله وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإقامة الصلاة من العمل الصالح وفي الآية الأخرى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الأعمال الصالحة والعرب قد تعطف الخاصة على العام كما في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان والرمان من الفاكهة وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وجبريل وميكال من الملائكة وقد عطفوا عليهم وأما القضية الثانية في زيادة الإيمان ونقصانه فقد جاءت نصوص عديدة في كتاب الله تدل على أن الإيمان يزيد ومن ذلك قوله جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقد ذكر الله جل وعلا زيادة الإيمان في عدد من الآيات في كتابه ومن هنا فإن النصوص قد تتابعت على إثبات الزيادة في الإيمان ولعلنا أن نستعرض عددا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتاب الإيمان لنستعرض ما ذكرته لكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان في هذا الحديث ذكرت أركان الإسلام التي يبنى عليها وليس معنى هذا أن كل واحد من هذه الأمور يكون ركنا ينتفي الإسلام بانتفاءه فقد ثبت في إيتاء الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مانع الزكاة يؤتى به يوم القيامة فيحمى جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم ينظر بعد ذلك هل مصيره إلى جنة أم إلى نار فدل هذا على أن الصواب عدم تكفير مانع الزكاة وما ورد من قتال أبي بكر الصديق لمانع الزكاة فهذا إما لكونهم قد جحدوا وجوبها وبالتالي قتلوا على ذلك وإما لأن الامتناع عن هذه الفريضة يوجب قتال الممتنع وإن لم يحكم بردته وقوله هنا شهادة أن لا إله إلا الله أي إثبات أن العبادة حق لله وحده بمعنى أن الإنسان يقر بأن عبادة من سوى الله باطلة كما يعترف بأنه لن يعبد إلا الله ففيها جانب عملي بكونه يمتنع عن عبادة غير الله وفيها جانب علمي بكونه يقر بأن العبادة لله وحده وأما الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فشهادة أن محمد الرسول الله تعني أنه صادق في خبره وأن ما جاء به أحكام لله عز وجل وأن الوحي ينزل عليه فيطاع في أمره ويصدق في خبره ولا يعبد الله إلا بما جاء به وأما الصلاة فيراد بها الصلوات الخمس التي تكون في اليوم والليلة وذكر ركني الحج وصوم شهر رمضان حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان قوله هنا الإيمان بضع وستون شعبة أي خصلة من الخصال التي تندرج في مسمى الإيمان والبضع من الثلاثة إلى التسعة وقوله والحياء شعبة من الإيمان فالحياء عمل من أعمال القلب تجعل صاحبه يترفع عما لا يليق به من الأعمال والأخلاق والحياء قد تواترت النصوص بالترغيب فيه وأنه خير كله وقد ورد في بقية هذا الخبر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وهذا من القول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا من العمل مما يدل على أن الإيمان يشتمل على الاعتقادات وأعمال القلوب والأقوال وأعمال البدن حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عمل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه في هذا الحديث بيانه معاني شيء من المصطلحات الشرعية ففيه ذكر معنى المسلم والمهاجر مما يدلك على أن الشرع يتصرف في الألفاظ العربية ويقصر مدلولها على بعض معانيها وقد ينقل بعض هذه الألفاظ عن معناها اللغوي إلى معنى له به علاقة وهذا ملاحظ في كثير من المصطلحات الشرعية فمثلا لفظ الصوم يعني الإمساك في اللغة ثم استخدم في الشرع على تركص الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا تقييد للفظ ببعض معانيه وهكذا الحج في لغة العرب يراد به القصد فأريد به في الشرع أداء مناسك على صفة مخصوصة وهكذا في لفظ الصلاة والزكاة وهكذا فيما ذكر هنا في لفظ المسلم والمهاجر ولفظة المسلم هنا ذكرت بصفة مشهورة من صفات المسلم وإن كان لفظ المسلم لا يتقيد بهذا المعنى بل هناك معاني أخرى تدخل في مدلول اسم الإسلام والمسلم وفي هذا الحديث تحذير الإنسان من الاعتداء والإيداء للآخرين سواء كان باليد ضربا أو منعا من وصول حق إليه أو كان باللسان سواء بالسب والقدح أو بالغيبة والنميمة أو بغير ذلك من المعاصي وعلى الإنسان أن يراعي لسانه ويده بحيث يكفها عما لا يليق بها ولا يجوز لها شرعا وأما لفظة المهاجر فأصل لفظ المهاجر من الهجر بما يعني الإعراض وعدم الإقبال على الشيء ولذا ورد في الحديث من لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ثم استخدم لفظ الهجرة في الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه وكما في قوله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية فهنا استعمل لفظ المهاجر في معنى خاص كأنه قال أعلى درجات الإسلام وأعلى درجات الهجرة هي هذا المعنى المذكور فقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أي ترك الذنوب والمعاصي وأمسك نفسه عن الإقدام عليها قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا الحديث فيه فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حيث كانوا يسألون عما ينفعهم ويعود عليهم بالعلم النافع وعلى الأمة جمعا وفي هذا الحديث أن الإسلام يتفاضل وأن بعضه أفضل من بعض بحسب ما يؤدى فيه من الأعمال الصالحة وفي هذا أن أهل الإسلام ليسوا على رتبة واحدة مما يدل على أن الإيمان يتفاضل وأنه ليس على درجة متساوية ولذا من قال بأن المؤمنين يتساوون في الإيمان فقد خالف مقتضى عدد من الأدلة منها هذا الحديث فإن الإيمان يتفاوت أصحابه ومن ثم لا يصح لأحد أن يقول إيماني كإيماني أبي بكر وعمر أو أن يقول إيماني كإيماني جبريل وإسرافيل فهذا مما لا يصح للإنسان أن يتكلم به بل هو من القول بلا علم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف في هذا الحديث تفاضل أهل الإسلام بحسب ما يتفاضلون به من الأعمال الصالحة وفيه أن هذا المعنى من الأمور المستقرة عند الصحابة رضوان الله عليهم ولذا سألوا عن خصال الإسلام أيها خير وفي هذا الحديث فضيلة يطعام الطعام وأنه من الأعمال الصالحة التي يزداد إيمان العبد ودرجة إسلامه بسببها وقد قال الله تعالى عن الأبرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً وقال جل وعلا أرائت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين في نصوص ترقب في إطعام الطعام وظاهر هذا اللفظ عدم الاقتصار على إطعام الفقراء والمساكين فإن ظاهر اللفظ العموم فحيث لم يذكر من يتم إطعامه ومن ثم كان لفظ الحديث عاما ويدخل في ذلك إكرام الضيف ويطعم القرابة كما يدخل فيه جلب الإنسان الطعام لأهل بيته فإنه من إطعام الطعام وقوله وتقرأ السلام أي تفشي السلام وتقول وتسلم على الآخرين المراد بالسلام التحية التي جعلها الله جل وعلا لأهل الإسلام وتعني أن المتكلم والملقي لهذه التحية يتعهد لمن يكون أمامه بأن لا يلحق به شيئا من الأذى وإنما يصل إليه منه السلام وفي هذا الحديث أن السلام لا ينبغي قصره على من يعرفه الإنسان بل يستحب أن يسلم الإنسان على كل من لاقاه سواء كان يعرفه أو لم يكن يعرفه قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قول المؤلف هنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن المراد بذلك نفي كمال الإيمان وليس المراد نفي مطلق الإيمان فإن الإيمان على ما تقدم يزيد وينقص وفيه درجة كمال وفيه أدنى درجة من درجاته فنفي الإيمان هنا يراد به نفي الدرجة الكاملة من الإيمان بحيث من خالف هذا الخبر لم يحصل على الدرجة العليا من الإيمان ولا يعني هذا انتفاء الإيمان منه بالكلية وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه حتى حرف غاية بحيث لا يصل العبد إلى درجة الإيمان العالية إلا إذا حب لأخيه ما يحب لنفسه ومعنى المحبة الرغبة والتمني بأن يتمنى لإخوانه المسلمين الدرجة التي يتمنىها لنفسه سواء كان في العلم أو كان في العبادة أو كان في الاكتساب أو كان في الوظيفة أو كان في المرتبة أو كان في العلاقة مع الآخرين أو في أي مجال من المجالات التي يتفاضل الناس فيها قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم وقال فيه فوالذي نفسي بيده فيه إطلاق اليمين من غير داع يطلبها من أجل تثبيت الكلام والتأكيد عليه وفيه بيان أن نفوس العباد عند الله جل وعلا يتصرف فيها كيف يشاء وفي هذا الحديث بيان أن المحبة جزء من أجزاء الإيمان وأن الناس يتفاضلون في الإيمان بتفاضلهم في ركن المحبة وقوله لا يؤمن وحدكم أي لا يكمل إيمانه فإنه ليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية عند انتفاء هذه الصفة وإنما يراد به عدم وجود الصفة والمرتبة العليا من مراتب الإيمان عند المخالفة لما في هذا الخبر وقوله حتى أكون أحب إليه أي أنه يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة والده ومحبة ولده وفي هذا دلالة على جواز محبة الرجل لقرابته من الوالدين والأولاد ولكن الواجب عليه أن تكون محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر من محبة هؤلاء القرابة وقد جاء في حديث عمر بيان أن مما يطلب من الإنسان أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه ثم أورد المؤلف حديثا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أي لا يكمل إيمان أحدكم من الرجال والنساء من الصغار والكبار حتى أكون أحب إليه أي يجعل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبته لوالده ولولده وللناس أجمعين ففي هذا بيان أن المحبة تدخل في الإيمان وأن العمل القلبي مما يدخل فيه مسمى الإيمان قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ثم من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار قوله في هذا الحديث ثلاث أي ثلاث خصال وثلاثة أفعال من كن فيه أي من اتصف بها وجد حلاوة الإيمان أي كان عنده من استشعار ما في الإيمان من مذاق طعم لا يجده من لا يتصف بهذه الصفات المذكورة في هذا الخبر أما الصفة الأولى فأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب بمعنى أعظم محبة وأعلى درجة في المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أي أن يقدم محبتهما على محبته لنفسه وعلى محبته للدنيا وعلى محبته لقرابته ومن مقتضى ذلك أن يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على رغباته وهوى نفسه وعلى هوى جميع الخلق وأما الخصلة الثانية فخصلة المحبة الإيمانية بأن يحب إخوانه المؤمنين من لله جل وعلى لا يحبهم إلا ليزداد محبة من الله وقربا منه سبحانه وهو يطيع الله جل وعلى بهذه المحبة ولذا فإن المرأة العاقل يتقرب إلى الله عز وجل بأن يملأ قلبه من محبة الله ورسوله ومن محبة أهل الإيمان ليكون هذا من أسباب رفع درجته وعلو منزلته عند الله جل وعلى وأما الخصلة الثالثة فكراهية العود في الشرك والكفر فإن الله عز وجل قد أنقذ هؤلاء الصحابة ونجاهم من الحنث العظيم الشرك لأن يصره شيئا من العبادات لغير الله جل وعلى فمن علامة الإيمان ومما يجد الإنسان به حلاوة الإيمان أن يكون كارها لدخوله في أديان أهل الكفر الأخرى بعد أن استشعر أن الله أنقذه من هذه الديانات وفيه دلالة على أن الله جل وعلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد سوى دين الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على أن من ترك اتباع هذا النبي الكريم فإنه يخشى عليه أن يقذف في النار قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار قوله هنا آية أي علامة فعلامة الإيمان أي الشعار الذي يدل على أن من اتصف به فهو من أهل الإيمان حب الأنصار أي ميل القلب تجاههم وتمني وصول الخير إليهم وآية النفاق أي علامته والنفاق الأكبر بإظهار الإسلام وإبطان ضده فمن علامة ذلك أن يكون الإنسان مبغضا للأنصار والأنصار هم أهل المدينة من قبيلة الأوس والخزرج من الأزد ممن ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيمانه به وفحب هؤلاء الذين بذلوا مهجهم وبذلوا الغال والرخيص في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذود عنه وعرضوا أنفسهم للهلاك والاستئصال من قبائل العرب الأخرى ومع ذلك بظلوا واستمروا في نصرة هذا الدين والقيام مع نبيه صلى الله عليه وسلم قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وحوله عصابة من أصحابه فدعانا فقال تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تنتهبوا ولا تعصوا في معروف قال ففيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثارة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وأن نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لوم تلائم فمن وفى منكم فاجره على الله وله الجنة ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك هذا حديث عبادة بن الصامت فيه بيان أن عبادة رضي الله عنه كان ممن شهد وقعة بدر وقعة بدر شهيرة في انتصار أهل الإسلام وفي وقعة بدر إنما خرج من كان راقبا في نصرة الإسلام ونصرة نبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الثناء على أصحابها وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم قال وهو أحد النقب ليلة العقبة ليلة العقبة هي ليلة لقاء أهل المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم في ميناء قبل الهجرة حيث التقوه هناك وبايعوه على نصرته فكانت سببا من أسباب هجرته والأصل في العقبة إنه الجبل الذي يصعب على الناس رقيه فلا يرقونه إلا بكلفة فلما كان في جانب ميناء الأيمن جبل بمثابة العقبة سميت تلك المنطقة بهذا الاسم العقبة وهويا وكان عبادة أحد النقباء وذلك أن كل فرع من الأنصار جعلوا لهم نقيبا بمثابة الرئيس الذي يكون لهم قال عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فقد كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه جلستهم وحوله يعني كان حول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس عصابة أي جماعة عصابة أي جماعة اجتمعوا وتعصبوا على أن يتناصروا من أصحابه أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة فدعانا أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الحضور إليه فقال تعالوا أيقدموا إلي بايعوني وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام الأعظم هو الذي يتولى الأخذ للبيعة من الناس فالإمام الأعظم يبايع الناس متى وجد حاجة لهذه المبايع وقوله هنا تعالوا بايعوني وعبادة ابن الصامت كان من الأنصار مما يدلك على فضلي الأنصار وأنهم كانوا يقومون مع دين الله جل وعلا وقال في هذا بايعوني أي ليكن كل واحد منكم معاهدا ومعاقد لي على أن لا تشركوا به شيئا على أن لا تشركوا بالله شيئا أي لا تصرفوا شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى ولا تسريقوا أي لا تأخذوا أموال الآخرين على جهة الخفية ولا تزنوا أي لا تقدموا على جريمة الفاحشة بوطئ المرأة الأجنبية ولا تقتلوا أولادكم أي لا يكن من شانكم أن تقوموا بذبح أولادكم إما خشية من عار وإما خشية من الفقر والعيلة قال ولا تأتوا ببهتان أي بخبر كاذب فيه افتراء تفترونه أي تصنعونه وتخلقونه بين أيديكم وأرجلكم في هذا أمر بحفظ اللسان أن يتكلم بكلام فيه قدح لنفسه أو قدح لغيره قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فكانت البيعة قد تضمنت ترك عدد من الأعمال المحرمة التي منها قتلوا النفس التي حرم الله وقوله إلا بالحق فإنه يجوز قتل النفس في مواطن منها موطن القصاص فمن قتل فلأولياء الدم أن يقتلوه ومن بدل دينه فاقتلوه ومن خرج على الجماعة يؤلب الناس على الولاية ويجعل الناس يلتقون ويتقاتلون فإنه يقاتل قال ولا تنتهبوا النهبة أخذوا المال جهارا أمام الناس قال ولا تعصوا في معروف أي لا تقدموا على معصية من المعاصي بأن تخالفوا أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب ما هو متعارف عليه قال فقال فيما أخذ علينا أي جعل من الخصال التي تضمنتها البيعة أن بايعنا على السمع والطاعة أي أن نسمع لصاحب الولاية وأن نطيع له سواء كان ذلك في منشطنا أي في حال قوتنا ورغبتنا أو وفي مكرهنا أي في حال ضعفنا وكراهيتنا للخروج معه وفي عسرنا أي في حال الشدة سواء بالفقر والحاجة أو غير ذلك وفي حال يسرنا عند تسهل الأمور وهكذا قال وأثرة علينا أن يجب علينا السمع والطاعة لصاحب الولاية ولو كان من شأنه أن يستأثر بشيء من أمور الدنيا لنفسه دوننا قال وأن لا نناذع الأمر أهله أي مما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقوموا بالدعاء حق لغيرهم ومن ذلك أمور الولايات فهذه لصاحب الولاية الإمام الأعظم فالواجب الرجوع إليه في كل أمر يتعلق بالولاية قال إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا جليا لا يختلف فيه عندكم من الله فيه برهان أي يدل على أن صاحبه قد ترك دين الإسلام قال وكان مما أخذ علينا أن نقول بالحق أي نتكلم بإثبات الحقوق ونسعى في إيصالها لغيرنا حيث ما كنا أي في أي مكان كنا فيه وأن لا نخاف في الله لوم تلائم فإن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون وهو الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومن ثم فإن الواجب أن نخاف من الله تعالى وأن لا تجعلنا مخافة غيره مما يجعلنا نترك طاعة الله سبحانه وتعالى قال فمن وفى أي من أكمل وأعطى هذه البيع حقها بترك ما نهت عنه وأداء ما أمرت به فحينئذ أجره على الله أي أن الله سيتولى مجازاته فضله جل وعلا وسيكون له الجنة ومن جازاه الله على أعماله فهنيئا له وله الجنة أن يدخله الله جل وعلا الجنة لأنه وفى بهذه الخصال العظيمة التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا أي من خالف مقتضى هذه الوصية ولم يمتثل له فيما أمر به فعوقب في الدنيا أي حصل عليه شيء من المصائب من إدالة العدو عليه ومن حصول الأمراض عنده ونحن ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له أي سيعامله الله بإحسانه وسيكفر سيئاته فهو كفارة له أي يكفر ما كان منه من الذنوب السابقة وهو طهور أي أن الله يطهره به من معصيته وقوله ومن أصاب من ذلك شيئا أي من خالف مقتضى البيعة السابقة فولو كان شيئا يسيرا ثم ستره الله فهو إلى الله جل وعلا إن شاعف عنه وتجاوز لأخذك وتجاوز عنك لأخذك شيئا من المصائب في الدنيا وإن شاء الله وأراد عاقبه على ما فعله من مخالفات من مخالفات لم يعفو الله جل لم يعفو لم يعفو الله جل وعلا عنها قال عباده فبايعناه على ذلك أي ذهبنا لبيعته على الإقرار بهذه الأمور المذكورة في هذا الخبار قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أي يقرب زمان ويأتي على الناس وقت يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وقوله خير مال المسلم يعني أنه بيّن أن قيمة الأموال تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بحسب ما يكون عند الناس من الحوائج فما تحتاج إلى شيء فزاد وعلت مرتبته حتى يكون من خير الأموال والمال لا يراد به النقد فقط بل المال لفظ يطلق على كل سلعة يمكن أن يكون لها قيبة ويتمولها الناس وقوله في هذا يوشك أن يكون خير مال المسلم أي أفضل أمواله وأحسن ما لديه غنم يتبع بها شعف الجبال أي يكون أحب أمواله إليه تلكم الأغنام التي ينفرد بها عن الناس ويكون ممن سعى في بطون الأودية وفي رؤوس الجبال فشعف الجبال يعني رؤوسها ومواقع القطر يعني مجاري السيول التي هي بطون الأودية يفر بدينه من الفتن المراد بالفتن الأمور التي تعرض للناس وتغير مفاهيمهم فتجعلهم يرون الباطل حقا ويرون الحق باطلا وفي هذا الحديث أن من الدين أن يكون عند الإنسان فرار من الفتن وفي هذا الحديث تفاوت الأموال وأنها ليست على رتبة واحدة وفي هذا الحديث بيان علامة من علامات الساعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع مثل ذلك وفي هذا الحديث أن خلطة الناس متى كانت مضرة ولا يستفيد الإنسان منها فلا حرج عليه في أن يعتزل الناس وأن يكون وحده وبالتالي يرتاح من مخالطة أصحاب السوء وفي هذا الحديث بيان أن الصحبة لأصحاب السوء ليست مراغبة ولا محمودة عند الله جل وعلا وفي هذا الحديث جوازوا ترك الإنسان للحاضرة ليكون في البادية متى خشي على نفسه من الفتان بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يرزقنا فهما لكتابه وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يملى قلوبنا من التقوى وأن يجعل أعمالنا على ما يحب ويرضى وأن يغفر لأهل الإسلام وأن يجمع كلمتهم ويوحد شانهم كما نسأله سبحانه أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما تسليما